بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في فيديو جديد نهارده إن شاء الله حقول لكم على 19 نقطة حتخلي البيت دايماً نظيف ودايماً مترتب وهعلمك إزاي أو تبدأ منين لأن الحقيقة الحكاية دي أنا عنيت منها أول ما اتجوزت أنا حقول لكم القصة بتاعتي اللي خلتني أعمل الفيديو ده النهارده الحقيقة افتكرت لما كنت متجوزة جديد والحقيقة أنا اتجوزت بعد اللي امتحانت ب12 يوم يعني النتيجة طلعت وأنا في بيتي فكنت صغيرة وطبعاً كليتي كانت عملية جداً فما كنتش بعمل في البيت حاجات كتير يعني النتيجة بعد ما اتجوزت يا دوب جوزي ينزل من هنا أبص للشقة وبص للمطبخ طب حبدأ منين طب حعمل إيه طب حعمل إيه الأول طب بصي حبدأ من القوضة دي الأول أروى القوضة دي الأول أدخل القوضة طيب أنا محتاجة إيه محتاجة قماشة ومحتاجة مكنسة أروح المطبخ ألاقي حاجة تانية عايزة اتعمل أمس أنا كنت جاية هنا ليه وهكذا أفضل طول الوقت ألف من هنا لهنا لهنا أنا محتارة مش عارفة أعمل إيه ومش عارفة أبدأ منين الحتة دي بيعاني منها الزوجات اللي هما لسه متجوزين جدد عشان كده أنا قلت أساعدهم الفيديو ده فياريت ورع أو قلم كده وكتبي ورايا لو إنك محتاجة النقط دي عشان ما تعانيش من اللي أنا عنيت منه أنا فضلت سنوات لغاية ما تدربت إيه اللي ممكن أعمله وياريت كان فيه فيديوهات وقتي كانت تعلمني الحاجات دي هندخل على طول في الفيديو أول نقطة وأهم نقطة أسحي بدري قبل جوزك وزي ما قلت قبل كده طاقة الإيجابية والشبابيك والميكوب والحاجات دي كلها أنا مش حايدها تاني لإنها موجودة في فيديوهات قبل كده أهم حاجة أسحي بدري وياريت اعملي الجوزك في طار ولو خفيف لإن الحكاية دي بتفرق معايا جدا أنا مش هدخل في المواضيع دي دلوقتي لكن أنا بقولك عن نقاط اللي هي تخلي بيتك نظيف ومترتب ومتنظم على طول ودي يبقى أسطوب حياة ليكي ولولادك صحي بدري زي ما قلت تاني نقطة اقفلي أي حاجة هتشغلك يعني ممكن تشغلي موسيقى خفيفة تشغلي قرآن تشغلي فيديو بتحبيه بيحفزك لكن الموبايل اقفليه التلفزيون اقفليه تمام؟ أي حاجة هتشغلك اقفليه تالت حاجة استعدي بقى نفسيا كده استعدي نفسيا دي ازاي؟ البسي لون بتحبيه يقال إن اللون الأحمر أو الأورنج البرتقاني يعني بيساعد عن نشاط فلو عندك حاجة كده البسيها تاني حاجة تكون هدوم مريحة ما يكونش بقى لابسة حاجة مدايقاني قوي ومش عارفة تحرك وكل شوية بتعمل كده وبلاش تالت حاجة ارفعي شعرك مش كل شوية ينزل بقى وتعودي تعمليه كده وفرحانة بيه قوي وبتاع بلاش دلوقتي النقطة الرابعة ارفعي معنوياتك قولي الله إن شاء الله أنا النهاردة حق نحنجز حعمل حاجات كتير حميسي نفسك كده بنفسك خلاص دي تالت نقطة اللي هي استعدي نفسيا رابع نقطة اكسري الحاجز يعني ما تقوليش زي منك تبقول كده ابدأي من القوضة دي ولا دي ولا المطبخ ولا لا ابدأي من أي حتة المهمة تبدأي تمام لو عندك كذا قوضة خدي معاك حاجات وابدأي على طول احنا مش هنضف تنظيف عميق النهاردة احنا هنروح نلم ونعمل ونخلي يعني محتاجين حاجات هقول عليها دلوقتي تمام المهم دلوقتي اكسري الحاجز ابدأي من أي حتة المهم ابدأي خلاص خمس نقطة حددي لنفسك وقت معين لكل حاجة انا هدخل القوضة دي الساعة دلوقتي كذا مش هتاخد مني اكتر من ربع ساعة وفعلا لو قلت كده مش هتاخد اكتر من ربع ساعة ما بين هتعملي ايه هتترفعي لو كنبة هتشيلي لو غسيل مش نظيف لو ورق في الارض لو ايه سريع 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 كده لفة في القوضة خلاص تروأت خمس دقيق كمان اكنسيها امسحي اي حاجة مش نظيفة وهكذا اكتر من تلت ساعة مش هتاخد مني ابدا انا اقدر اعمل كده تمام يعني ده قولي لنفسك علشان تحفزي نفسك لو عندك النقطة اللي بعد كده نقم ستة ارفعي لو فيه كنبة معمولة مفتوحة سرير ارفعيها القاعدة بتقول ايه ان اكبر حاجة في القوضة هي اهم حاجة يعني لو عندك سرير روائيه لو عندك او طبعا هويه لو عندك كنبة افليها خليها كنبة مفتوحة سرير خليها كنبة تاني الجزء الكبير لو اتعمل هيحسسك كده للقوضة انجزتي فيها حاجة كملي الباقي بسرعة النقطة رقم سبعة حاجة جميلة جدا تخيلي ان جايلك ضيف فاجئ او جايلك ضيوف مفاجئين طبعا هتجري وتلفي في كل حتة وتعملي كل حاجة تمام فتخيلي ان جايلك ضيوف عشان تنجزي بسرعة النقطة رقم تمانية خلي معاك بقى وانت رايحة اي قوضة علبة كبيرة كده بلاستيك او طبق كبير هتحطي فيه الحاجات اللي هقول عليها دي منظف الازاز الزجاج فوطة عشان تتمسحي بها اي حاجة مش نظيفة جوانتي لو انت عايزة تشتغلي بجوانتي وبيقال ان الجوانتي ده يعني اما بتتعودي عليه بيبقى ظريف جدا لان بيحافظ على اديكي وضغافرك و اديكي تفضل شكلها حلو هتتضايق منه في الاول لكن بعد كده هتتعودي عليه كمان خدي معاكي كيس اسود عشان لو فيه اي زبالة كده او اي حاجات مش نظيفة في الارض مناديل اي حاجة خديها معاكي وطبعا المكنسة وطبعا سلة الغسيل كل الحاجات دي حطيها في قلب بعضها كده وخديها معاكي سريعا كده وروحي اي قوضة رقم تسعة خففي بقى التحف والحاجات الديكورات بتاعة العرايس دي ياريت تخففيها كده وتحطيها جوه النيش او جوه اي بوفيه علشان التنظيف والترويق يبقى سريع ورد الزيادة ورد صناعي تحف اي حاجات كده دي كورات ملهاش لازمة كده حاولي تخففيها علشان تبقى سريعة اكتر في التنظيف لو جايلك ضيوفي بيطلعيها ما فيش مشكلة هتفضل نضيفها النقطة اللي بعد كده رقم عشرة لو حتنظفي بقى تنظيف عميق كل اسبوع كل شهر ابدأي من فوق لتحت يعني ابدأي من السقف تبصي عليه كده لو فيه اي حاجة شليها الدولاب من فوق مسحيه كده ارجعي لتحت كمان ابدأي بقوضة وقفليها وخلصيها مش تبدأي بالقوضة دي وترجعي تفتحي في القوضة دي وترجعي تفتحي في المطبخ كله مع بعضه مش هتقدري النقطة اللي بعد كده خلي لكل حاجة مكان ياريت كل حاجة يبقى ليها مكان يعني مش انا جاي من برا مثلا جايبة شنط معايا جايبة حاجات من السوق اقلع الشاكة ارميه كده احط كيسة الخضار كده او ايا كان شنطتي هنا الدنيا تكركبت في ساعتها لا كل حاجة بدل ما ايدك تحطها جنبك لا تحطها في مكانها على طول بدل ما ايدك تحط الكيسة في الارض وتكركب بيها الدنيا على طول ايدك تطلعها وتحطها في كل مكان في مكانها كل حاجة في مكانها كل حاجة يبقى ليها مكان الشوزات لها مكان الجواكت لها مكان حتى لو المكنسة حتى لو اي حاجة صغيرة حتى لو قصفت الضوافر ده مبيس الطرحة اعرف ناس بتحطهم تشبكهم كده في اي حتة حتى لو في مفرش وتنسى مكانهم فين وتشتري تاني وممكن يعوروا حد والهرجلة اياها دي لا انا حطهم في علبة صغيرة على بوفيه ولا حاجة ويبقى هو ده مكانهم محطهمش ابدا في حتة تانية مش بكهمش ابدا انا جاية تعبانة بقى وراح حطاهم شبكهم في اي حتة لا يعني كأني اتأخرت شوية اكتر واعملي مجهود اكتر شوية هتتعودي وهيبقى الموضوع مريح جدا بالنسبة لي النقطة رقم 13 انا قلتها اللي هي رتبي اكبر حاجة اول حاجة يعني لو صغير رتبي الاول هتحس كده ان انت انجزتي لو في المطبخ الرخامة الاكبر حاجة رتبيها الاول ولمي كده كل اللي عليها وانجزي كده هتحس ان انت اعملتي حاجة النقطة رقم 14 ياريت ظرف بلاستيك كبير كده يكون خاص بكل فرد من افراد الاسرة يعني كل فرد له ظرف معين بلون معين كل واحد عارف اللون بتاعه ده ليه بقى؟ ده يتحط فيه شهادات الفرد ده مثلا شهادات الدراسية بتاعته شهادت الميلاد كل ما يخصه يعني علشان ما نرجعش تاني نتوه في كل اوراق البيت او نحط كل اوراق في حتة ونرجع تاني ندوه في كل انحاء البيت درج نيش درج وفيه درج سراحة ما عرفش ايه لأ انا ما حبش الطريقة دي ابدا كل حاجة منظمة في مكانها واعرف ناس بيعملوا كده فعلا وبيفضلوا طول عمرهم كده علشان ما تعودوش ان كل حاجة يبقى لها مكان نقطة رقم 15 ياريت يبقى فيه شماعة جنب باب الشقة تيجي من برا حطي عليها الجاكت بتاعك حطي عليها الشنطة بتاعتك حطي عليها الاولاد من برا جايين حطي عليهم برضو الجواكت بتاعتهم الشنط بتاعتهم بدل ما يرموها في كل حتة والدنيا تبقى مألف او يعني عشوائية قوي كده وتبقى شكلها مش حلو لا كل واحد عارف مكانه فين نقطة رقم 16 ياريت نبص للنص المليان من الكوب باية يعني كوب كده او كاس مية نص مليان ونص فاضي نبص للنص المليان يعني ايه الكلام ده يعني لو انا نضفت قوضة ابص لان انا نضفت قوضة واكافئ نفسي وابص لنفسي كده بحبه وباحترامه وبتقدير انا عملت حاجة مش اقول يا ده انا لسه ورايا حاجات قد كده يا هيخلص امتى الحاجات اللي ورايا لا انا انجزت حاجة واستحق المكافئة واستحق التقدير تمام ياريت برضو نخلي سلة او باسكت في كل قوضة في كل غرفة كده في باسكت عشان نعود الاولاد اي حاجة اي مهملات هما مش عايزينها بدل ما يرموها في الارض او على المكتب والدنيا برضو تبقى مش حلوة يحطوا على طول اي حاجات مهملات يحطوها في الباسكت ده وياريت يتعودوا انه هما اي هدوم مش نظيفة على طول في باسكت الغسيل مش يسبوها في اي حتة وانا كده اللي ألف في الشقة واخدها لأ ياريت اي مهملات زي ما قلت في الباسكت باسكت الزبالة لما يتملى هما ياخدوا الكيسة بتاعته ويودوها في الباسكت الاساسي في المطبخ يعني يبقى فيه نوع من المساعدة كده كل واحد يلمى الحاجات اللي في قطة النقطة رقم 18 لو حابة تشتري اي حاجة ياريت تفريزي الحاجة اللي عندك اللي هي من نفس النوع قبل ما تشتري يعني انا ماشي مثلا عجبني فستان طب ما انا افرز الفستين اللي عندي الاول واشوفهم ينفع منهم انا محتاجة الفستان ده طيب محتاجة خلاص محتاجة وعايزة وهي فرصة وبتاعه كده اشوف بقى الفستين اللي عندي اللي انا مش محتاجاها ومش حباها ومش هستعملها تاني اطلعها اطلعها بقى صادقة اطلعها اتصرف فيها بأي شكل ما كومش بقى حاجة على حاجة على حاجة بحيث ان الحاجات تبقى كتير جدا وانا مش عارفة مش لقيلها مكان لا كل حاجة جديدة تيجي مكانها حاجة قديمة من نفس النوع تطلع من البيت بأي صرفة بأي تصرف صادقة بقى بأي تصرف انت وراحتك يعني النقطة رقم 19 لو عندك حاجة متوسخة قوي انقعيها يعني ايه؟ يعني لو متجاز متوسخ قوي اعمليه بصابون سائل كده او بالخلطة اللي انا قلت عليها وسيبيه منقوع كده لغاية ما تغسلي الموعين هتلاقي تنظيفه سهل جدا وحتكسبه وقت ومجهود غير لما تعمليه على طول وتصممي تصممي ان هو يتعامل على طول فحياخد منك مجهود اكبر ووقت اكبر ومسوء او سائل تنظيف اكتر نفس الموضوع الحمام حمام توسخ معاكي ولازم له تنظيف عميق مري عليه مرة كده بالفرشة بمنتهى البساطة يعني هو مش بمجهود كبير مري عليه كده هو بسائل التنظيف او بليفة او بأي حاجة اللي متعود عليه من غير مجهود وخلي السائل التنظيف ده عليه لغاية ما تروحي للمطبق تعملي حاجة تانية هتيجي تعمليه بمنتهى البساطة هيكون اتنقع وحيكون بقى اسهل في التنظيف واسهل زي ما قلت في المجهود وفي كمية المسحوق بتاعك دي 19 نقطة قدرت اجمعها يا رب تنفعكم ويا رب البنات الصغيرين يستفيدوا منها وحتى الناس الكبار اللي هم ممكن حد يكون محدش علمه يعني ممكن لقدر الله مامتو تكون متوفية مامتو تكون مش موجودة ايا كانت الظروف ممكن يكون محدش علمها المواضيع دي انا بقول يا ريت حد علمني وانا في شبابي ما كنت اختصرت على نفسي مجهود كبير جدا اتمنى اشوف التعليقات بتاعتكم اللي بتفرحني جدا وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني بإذن الله ألف سلم